أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن مؤتمر راكب 27 أعاد مصر لمستوى القمة بين دول العالم وقال رئيس مجلس الشيوخ في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس قال إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي يؤكد أن مصر بدأت مرحلة الانطلاق نحو مصاف الدول الكبرى بمشروعات عملاقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وقد سعدنا وسعد المصريون جميعا بالمشتوى الرائع على تنظيم المؤتمر من كافة مؤسسات الدولة وحسن استقبال الضيوف وكلمات تقامة الرئيس عفتاح السيسي المحورية الجامعة المانعة في قضية المناخ وقضايا أخرى دولية حظيت بإشارة واسعة من كل قادة العالم المشاركين ومن جميع وسائل الإعلام العالمية لقد عادت قمة المناخ السابعة والعشرين مصر لمشتوى القمة بين دول العالم وندعو الله عز وجل أن يتم نعمه علينا إلى نهاية المؤتمر وأن يثمر عن قرارات حازمة وتوصيات حاسمة تنقل العالم حاضرا ومستقبلا من الآفار السلبية للتغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر